السلام عليكم أزول في الأول كراكم ديرين الحمد لله راكم قاع بخير كما قلت لكم ما كيتشوف إذن أخلافها مو بليراني في الضوار تحت إقامات جبرية غير قانونية شفتوا وصرها البارح كي تتنبو عيد الشعب الجزيري أولا نشكر قاع الجزيريين اللي جاوا 48 ولاية هنا يا في الدوار القاقزة في بلدات عين مران في ولاية تشلف با هي خرجوني من هذا الإقامات جبرية غير قانونية على بلكم بلي شرطة رام قدام الباب كديريس كالشرطة 15 بوليسي راكم أمام الباب 24 ساعة إلى 24 ساعة ويطيهم الصحة اللي جاوا بيعونونا بنخرجوا من هذا الاستعمار الجديد هذا النظام الثاسد اللي ما زال مفهمش بلي كالناس مليون ونصف جزيرين ماتوا بيكون عن هذا العلام هذا وغيموا يطيكم الصحة علام بلكم بلي جاوا كانين في الليل جاوا في الليل كانين في الصباح ومن بعد روحنا للمقبرة كان شي بني ربي يرحموه وددا ددا يسموه نقاز محمد ما يسموهش نقاز عبدقة ونجبت لهم الدليل وقعدنا يشوفوا الدليل الدلا ومن بعد الببليا في العباش ومن بعد واش درنا كنا ألف واحد ومن بعد شفنا البوليسياء بغوي قبلونا واش درنا مشينا حتى المازونا كان 14 كيلو ومن بعد مازونا واسرة لابياغي هادو اللي بغيات سبيسيال هادوك عارفوكم لابياغي دارو لك أقول في الوجه وبغوي يحبسوني وشوفوا لي الزب من المازونا من المران مشلف مسعيدة متلمسة من عنابة مقسنتينة ووقفوا معايا وما خلاوش هادو الشرطة اللي يمشوا بالتعليمات ما يمشوش بالقانون يا الله اللي حوزوهم حوزوهم لي الزب هاكم تسمعوه لله وشوفتو فيديو ونزيد ندير هادكم من بعد لي الزب ويعطيهم الصحة ووقفوا معايا وما خلاوش هادو الناس اللي يمشوا بالتعليمات يقبضوني ويدخلوني في السلولة كما رب المولفين يديروها وهربوا الحمد لله بقينا سلميين بقينا ديمقراطيين بقينا قانونيين وبقينا حضاريين يعني كيتشوفوا هذا النظام فاسد ما زال يمشي بالتعليمات ويطلب من الشرطة بلا بيغي باحي حبسو مواطن جيزيري بيدون سبا قانونية راجل سياسي وشخصية وطنية يعني واحد مواطن عادي اللي ما عنده ولو كيدير يغبنوه يدخلو الحبس يقتلوه ورنا رايحين وين يا جمعة هذا النظام فاسد يا والله ما راه طال لك الكورسي تديرو ألف مظاهرة سينمية هاكم سمعوه؟ تديرو ألف مظاهرة يا والله ما راه طال لك الكورسي بدفع ممليح على بلكم واحد كي ولف الكورسي مكلة باطل الما باطل سكنة باطل طيارة باطل مدرسة باطل كوكو باطل طيارة باطل قهوة باطل ليهم شومبان وويسكي حشاكم باطل كون شي باطل طوما بالباطل شوفوا الباطل راكم حاسبين من هذا النظام اللي عندو يعني مشي ربعين برك ربعين بسرق يرى بالفوق بساعة تحت هذا النظام جدري وما يروح هذا النظام جدري يلي قتغير جدري فاني يا والله مو خارج شوفو كيرا كيرا نديرو يعني مظاهرات بالركسة بالغوديان بالضحك يا والله مال بالو مقاع هاشوفو نديرو البلاو ولا لا ونشوفو اسرا في هذا الشهر اللي فات مال يبدو المظاهرات 22 فيفري احنا بدناه مقبل كيبا كنا ننلمو الاستمارات مال مستغاليم على بلكم 28 جنفي 28 جنفي بدات في مستغاليم وياتيكم الصحة الناس مستغاليم مستغاليم ووهران تيموشانت بوسعد أباتنا وخانشلا ترتقت اضرباتها خانشلا ترتقت كيما دارو دارو تصويرات ع طار رئيس في البلدية ورئيس البلدية قلو كان نكازي جي نمنعو الدخول في البلدية وما شاء الله الناس خانشلا وقفوا معايا وكانوا عشرالاف أمام البلدية قلو هم باللي نكازي دخل ونعملوا الاستمارات وياتيكم الصحة قاع في 48 ولاية ملعنا بالتلمسان تلمسان غردئيات عن قزام وياريحا ياتيكم الصحة يعني كي بدات الفندوفري احنا بديناها قبل مع المناظر اللي اندوانا والحمدلله ويعطيهم الصحة ويعطيكم الصحة قاع الجزيريين وقاع الجزيريين تار خارج فانين يعني نشوفو الناتجة وراهي الناتجة من اللي بدو هادو المظاهرات السلمية ضد العودة الخمسة ننتجة اللولة الرئيس ونظام فاسد اللي رامعاه الدستور عفس عليه من كان احتى دستور دوكا ناتجة ثانية قالك من كان لا انتخابات لولو يعني هذا النظام فاسد خاف لو كان ميكانيسيا عندها وعلى بلكم بالشيباني داعي ربي رحمو كان ميكانيسيا ونجم للزب ونجم الرجال ونسا ربي رحمو ثالثا نتيجة ثالثة الحكومة جديدة ما كان لحكومة جديدة لولو سمعتواش قال بدوي قال نخدم الحكومات ويحيا نتيجة الربعة سمعتواش قالت المعارضة المعارضة قالت بل يديروا مرحلة اندقالية على بلكم بلي هذه الحاجة مش دستورية هذه حاجة غير دستورية ونتيجة الخمسة العالم ماريقان فرنسا طاليا الروس الصين انجليز عراهم قاع يسدوا هذا النظام فاسد يعني ما من العالم رغض الشاب فالإعلام يقول بلي لازم نسمعه شاب بصح فالصح واء لو هذا النظام والله ما تحرك سنتيمات ما حرك هاش وكنت خير درمار شاريير مكان لا دستور مكان لا انتخابات مكان ديمقراطية راكم تشوفوا ان المواطن حدي ما يخلون نشك عن تحرك في البلاد البوليسي قدام الدار بير يتحبس لي على المباشر قدام الشعب كومبلي يعني يا جماعة ما دستنو حتى حاجة مهذا النظام وكن شوفوا معارضة رايتخابط بها ما تدير كرسي فالي ما على بلاش قاع أسكوا سمعتوا المعارضة تهضر علي باللي رادي تحت إقامة جبرية بطن كان لي فيديو وكان كل شي أسكوا سمعتوا هذو الحقوقيين ولا محامين هذو يهضروا علي باللي شوفوا رمي حقروف النكاز يا والله ما على بلهم قاع ما على بلهم جبيان يعني غدوا ما على بلهم جقاب بيكم فالي بنتفهمهم ليه هاكم تسمعوا ولا لا هذو الناس معارضة ولا الحقوقيين ولا محامين أنا بحال شخصية وطنية يعني الناس تعرفني وفي العالم فاني وما على بلهم جقاب بي وما هذو جقاب على الإقامة جبرية وغضوا إن شاء الله لو كان يدوا هذو الناس حسبتوا بلي هذو عليكم ولا يدفعوا على الحقوق تواعكم يا والله راكم تدوموا يا والله ما على بلهم بكم وذي المعارضة والحقوقيين وذو المحامين هذو قام السيستام هذو قخنوا مع السيستام مع النظام يا جماعة يا جماعة بل الفين وربعة عشر قولوا لي شكون في هذو البلاد اللي هذركم على الكنترات الغاز باللي فرنسا عندها خمسة وستين بالمئة من الغاز طبيعي من ولاية أدرال طاليا عندها خمسة وسبعين بالمئة من حاسي بركين سبانيا عندها ثين وخمسة بالمئة من إليزي وتقدور عنده ديار في نوية ثملايين أورو و سرق عشر ألاف مليار سنتيم و بوشوارب و سلال و سعيداني و غياريحان شكو لي هذر على سوال حادو؟ السمحوا لي كان نكاز راشيد برك أسكو سمحتو المعارضة تهذر على الكنترات؟ جامي أبدا أسكو سمحتو المحاميني هذر على الكنترات؟ بلي فرنسا عندها كل شيء والطاليا نسباديو المريكان؟ جامي تبعو بليح تبعو بليح فضحكتوا عليها قاة قلت بلا لنكازها ما علي بلوش قاة بغتون جبت لكم أديلات جبت لكم كل شيء بالبرهان بصا في ذاك الوقت بدرتوش فيا ثيقة بسا ما عليش كنت جديد و مدعا عرفونيش بصا الحمدلله ذو فقتو فقتو عديكم منحلو، الخوف راح الحمدلله هذي حاجة بليحة حاجة بليحة حاجة تتفرح بصح يا جماعة أغلب لا رأي مياشر طريق أغلم لي اللي يقلوا رأي سينون جي بيس مكاش يا جماعة لا تيكون مثال كيف أنا صدخلت الجزير شو لي كان يكافح في رخصة مش الشعب كانوا رجال ونسان أمير عند قادر كان زعيم وقال الشعب أيا بسم الله لازم يكافحوا هذا استعمار جديد وشعبه قف كانوا لي الزب كيف كان الشيح مقراني وشيح حداد ربي يرحمهم أسكو الشعب والي نظلول لا يا الخامو الشيح مقراني وشيح حداد وما لي وقفوا الولى ومن بعد قالوا الشعب أيا بسم الله هذا استعمار فرنسي رايكسرنا في الدين دعنا ورايكسر في بلادنا كي فاتمام سمر فاني نعضت وقالت الشعب الجزيري ما نخلوش فرنسي تكسرنا بلادنا مش الشعب اللي كان لول فاتمام سمر ما شاء الله ربي يرحمها كي العلامة بدوا يفقوا باللدين الإسلام رح يروح وروا بداروا الزاويات ما يكسروا الدين الإسلام كانوا لزام الناس يعرفوا الدين هما اللي يفقوا الشعب الجزيري وقالوا له يا الشعب الجزيري ما نخلوش فرنسا تكسرنا ديد دعنا كي بيسالي الحاج ربي رحمه فرحة عباس بنوباديس مصطفى بالبولعيد كولونيل عميروش عبار رمضان برقاسم كريم محمد خيذر عيت أحمد والأخرين والأخرين أسكو الشعب اللي قناظلوا لا كانوا 22 وما اللي قالوا يا جماعة هالي فرنسا ما ندلوش فيها ثيقة قتلنا باللي تعطينا الاستقلال في 1945 كما كان في حول ألمان تاقيت ليع ومن بعد داروا علينا وقتلوا 45 ألف جزائريين في الصيف في خراطة وفي قلبة كانوا 22 مهلول ومن بعد شعب كومبلي رفد السلاح ضد استعمار تا فيرنسا حمتوني ونرني رايح ولله راني نقولكم يا جماعة هذا النظام عنده عروق في الماريكان في اسبانيا في الطاليان في الروس في انجليز في الصين وقاعي سالوا في بلادنا دي جا حكيت لكم 75 مليا طاليان 52 نظر بالمية اسبانيا 65 مليا فرنسا وهي رايحة وهي رايحة وهذا شاكيب خاليل على بلكم على جالو شركة أمريكية يسموها عدنا داركو خمسة وعشرين سنة عندها بيترول باطل هاكم تسمعوا شركة أمريكية ولا بلكم باللي مزوج بالحلال مع مريكانية بسح بلادي فضل بلادي فضل يا جماعة شركة أمريكية يسموها عدنا داركو عندها بيترول باطل خمسة وعشرين سنة على جال شاكيب خاليل سمعتني بليح فرنسا بيترول باطل غاز باطل سمعوا لي حتى الالفين وثلاثة وربعين طاليا الغاز باطل إلى الممات اسبانيا كيف كيف الغاز باطل إلى الممات وش كلها خلص في الغاز والبيترول الشعب الجازيري مسكين الشعب الجازير مسكين هو لي يخلص وفرنسا باطل طاليا باطل اسبانيا باطل الماليكان باطل نورمال طعفوا علاش بس هذا النظام فاسد هو لي باع البلاد الخارج والشعب هو مسكين يخلص ولنرى بيموته في البحر يعني الحل يا جمعة لو كنتبقوا كيما هاك شتيح ورديح كل جمعة راننا نعيو فيروحنا والله ما على بلو مقابينا وشفتوا بعينكم جمعة اللولة ثانية ثالثة ربعة الخمسة سانك فاندودي نتيجة سيفر كما زيرو تا إليزي لاباكم سوناترك عندها سيفر بالمئة من الغاز تابعي منولاية إليزي سيفر بالمئة يبا نتيجة هادو المظاهرات سيفر بالمئة بس كما تبغوش تصنتو على بلكم باللي هادو الناس ربما يضروا بكم كانوا في غردية في 2014 لا هادروا على الفساد جمع هادروا على هادو الناس عندهم العقار في الخارج جمع ما تأمنوهمش هادو ربما يحاوسوا يطلعوا في الموجة هذا ما كان كالنظام كالمعارضة قا كيف كيف ولا لا قا كيف كيف شعبي اللي يقلو الناس اللي مثلوا لكم سمعوا لله وكان طريقة واحدة برك باه ناس يمثلوا الشعب هادو الطريقة يسموها الديمقراطية الديمقراطية وفي الديمقراطية شاكين كان انتخابات لو كان ما نرجعوش الانتخابات باه الشعب الجزائري هو لخير شكون اللي يمثل الشعب رانا نعيوا في روحنا وقتا شحبسوا الانتخابات حبسهم في 91 ومن بعد شوفوا وصرة 10 سنين 20 سودا 200 ألف جزيرين ماتوا ودستور فاني عفسوا عليه وليوما كيف كيف عفسوا على الدستور وحبسوا الانتخابات يعني هذا النيظام راباغين باللي تتخلط يا جماعة يا جماعة يا جماعة لو كان بغيتو حل سياسي وما نبقوش كما فيدي جولا لا بردو فيدي جولا ما الـ 2014 هم يدرون موظاهرات هكم سبعوا 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ما عندهم حتى نتيجة خمس سنين هم يدرون موظاهرات يا والله ما دروا فيها وليو يا جماعة يا جماعة لازم يكونوا الانتخابات في الوقت الدستوري 18 أفغيل والشعب هو اللي خير شكور اللي يمثل الشعب الجزيري وشكور اللي يمثل الجزير لو كان ما ديروش ضغوطات هذا النيظام فاسد بهذا الرئيس لمو بي كما يقول هو بيت على ملكو بيخرج ويرجعوا الانتخابات ويحترموا الدستور هما ليدروا الدستور لازم من طلبوش تغيير الدستور نخلوه كما راه هذا الدستور هاكم تسمعوني نحترموا الدستور اللي هما ليدروا وبالدستور اللي داروا في 2016 نديرو الانتخابات كما كانوا وجدين 18 أفغيل بس كلو كانوا نخرجوا بالدستور ونخرجوا بالانتخابات يديرو لنا برحلة يدقالي عام ونصول عامين يعيونا وهما يوجدوا واحد بالنظام ونبقوا فاني في الدكتاتورية معهم عشرين سنة كما راه يديروا الدكتاتورية هنا قدام الدار فامتوني الحال سياسي واحد برك يحتاربوا الدستور ويديرو ينظبوا الانتخابات احنا نحضروا بالدستور وبالانتخابات هذه هي الديمقراطية ونبقوا ديما سلمين يا جماعة ديما قانونيين ديما ديمقراطيين وديما حضاريين وهذو دلاز اللي نسمح وميحضروا في فيسبوك في يوتيوب باللين الكازراشيدي يحوز الفتنة واشمال نهار ديت الفتنة واشمال نهار ديت الفتنة واشمال نهار أنا ديما نهضب الدليل أنا كي قلت لكم نروحوا أمام المرادية ونجيبوا الطمر هما يوجدون نلتاي هذي فتنة هذي حلا بلكم بلقي أي وقت يقدروا رحل الضار البيضان ويتهاوس في الماريكان في واشنطن نورمال عادي هذي حاجة عادية في فرنسا كيفكي الحكومة ما قلتوش بلير ما يحوزوا دول الفتنة محاميين ذكي يزراشيد كي قلت لكم ما يروحوا ديما طمر ولتاي أمام المرادية تقولوا بغي دير الفتنة وكي تشوفوا محاميين أمام ركسر الحكومة ما تقولوش الفتنة تقول حاجة عادية هذي يا جماعة بركة نومة مسخير بركة نومة مسخير وبركة نوم هذا المعارضة الخرطي اللي ريتكثب علينا وهذو الحقوقيين والمحاميين اللي حوزوا نفسهم برك بيحوزوا نفس نفس الجزيرة هاكم شوفوا بعينيكم الجزيرة كون بلي على بلها بلي ردي تحت الإقامة جبري غير قانونية وش كولي جا وش بالصحافي اللي جا للدار هنا بايشوا بعينيه هاكم تسمع وش بالمحامي ولا الحقوقي جا للدار هنا يا جماعة فيقوا شوية لازم تشكوا بالنظام وتشكوا بالمعارضة بس كون قاع الزريعة وحدة هاكم سمو الزريعة وحدة يا والله ما دلوا فيهم قاع ثيقة يدخلوكم في البير كالنظام كالمعارضة قاع رحوا السفارات على المالكين تع فرنسا تع انجليس تعطاليا و تعسبانيا بسوا قاع رباغين بلي هذو كيكونوا معاهم و يقولوا لهم احنا المستقبل تعالبلاد يا جماعة ابقوا واعين حلوا عينيكم بيان حل واحد براكم نعودها لكم يرجعوا الدستور تحب دستور اللي دروا هما ويرجعوا لنا الانتخابات والشعب والشعب الشعب هو لخر شكودي ولي رئيس الشعب هو لي خير شكودي مجلس الشعبي الوطني الشعب هو لي خير شكودي دخل للمجلس الامة ما تدروا لا مجعل انتقالية اول هذه هذي مايش عاجات دستورية كنت سمعني بليه حلانا هضرو بالدستور بحارة انتقالية مايش دخلة في الدستور مايش مكتوبة قاع في الدستور فهمتوني ولا لا احنا الحمدلله قرينا عندها مستوى هذو الناس مايغلطوناش ومايغلطوش الشعب ديروا ثقة للناس ليندوما خيرتوهم بالانتخابات مشي تقولوا هذي عجبتلي ولا هذي عجبتلي هذي مشي الديموقراطية ديموقراطية مشي هذا عجبدي ولا ما عجبتليش وراح البرنامج تحك عندنا الدستور انا نحترم دستور جازيري بوتا مشي انا اللي كتبتو نحترم دستور تاع بلادي كي ما راح اليوم مشي كي نبغي كي ولي لا وشفتو ما شدرنا مع الانتخابات انا منعوني قالوا لي ما تقدرش ترشح قلتوا معليش انا ما نكبطش تسليح حنايا نكبطش تسليح تعد دستور قلتولي انا ما ندرشاش معليش سلاحي جبتهم بالدستور نظرة تاعي جبتها بالدستور ما جبتهاش من السعودي ولا من المريكان ولا من الايران ولا من اسبانيا انا نحترم دستور جازيري وخدمت بد سلاح تعد دستور وما رانيش باغي بلي الناس يغلطوكم ويقولوا لكم بلي لازم نعدلو الدستور لا ما تود نعدلو الدستور ما نعدلوش الدستور من بعد كيكونوا الانتخابات ورياتها الرئيسية وتعال وتعال الديبيوتي تعال مجل الشعبي الوطني إن شاء الله تشريحيات من بعد الخبو يكون عنا الوقت مع الشعب جازيري ودروح حوار مفتوح بس صح أولا اليوم ما نخرجوا من هذه الأزمة السياسية والعالم كون بلي رأي يشوفوها شركين لازم نطلبو بلي يحترمو الدستور ونطلبو بلي كونوا انتخابات في وقت دستوري وكما ديروش عاك يا والله نبقوا كيما اليوم يلعبوا بنا يضحكوا بنا ويلعبوا بنا ونبالو كيما الفينجولا خمس سنين وهما يدروا مظاهرات بدون ناتجة سياسية وهذو الناس عندهم تجريبة يعرفوا كي ديرو وكم سمعتو شاقال وياحيا وياحيا شاقال وشاقال بوشارب رابير قدو فينا على بلكم ولله لو ما يحاوسوا يربحوا الشعبية قدام الناس يقولوا بلي غلطنا بصح في قلبهم هذي دخلة في استراتيجية تعب تعرفوا مش كل يقررهم فرنسا ريتقرر فيهم فرنسا ريتقلهم بلي قلوا استعرفوا استعرفوا بلي درتوا غلطة وهما يبقوا في الكرسي رئيس ما زال رئيس حكومة ما زالت حكومة ودوستور عفسوا عليه بك لانتخابات لولو تعرفوا البلاد اللي ما فيها لا دوستور لانتخابات كي سموها؟ يسموها ديكتاتورية نعودها لكم البلاد اللي ما فيها لا انتخابات لدوستور يسموها ديكتاتورية والمعارضة اللي ما تهدرش بالإحترام لدوستور يعني راهي كما نظام راهي يدير حاجة غير قانونية أنا نعرف واحد سياسي وديموقراتي يقدم برنامج ويقنع الشعب ويترشح قدام الشعب الجزيري والشعب هو اللي يخير شكود اللي يمثل الشعب ويمثل الجزيري في الخارج ونكمل مع الفكرة أخيرة يا جمعة لو كان ما نحبسوش الغاز لو كان ما نحبسوش البترول في حاسي رمل حاسي مسعود ارزيو وسكيكدا بالتريقة السلمية نعودها لكم بالتريقة السلمية لو كان تزيدوا تخلصوا فاتورة الغاز لو كان تزيدوا تخلصوا فاتورة اعتريسيتي والله 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 ما إصرحتا حاجة في هذا البلاد عندهم قام بوافين برك لازم نحبسوهم الدرعب المدخول تالغاز تالبيترول وتع تريسيتي ما زيدوش قاد خلصوا تريسيتي فاتورة تع تريسيتي ما زيدوش قاد خلصوا فاتورة تالغاز ولازم نتبلوكو بالتريقة قادونية وسلمية الغاز في حاسي رمل البترول في حاسي مسعود كما بدوا يدروا إضراب في حاسي رمل وحاسي مسعود هذه حاجة بليحة ولازم نبقوا فيها واشرهم يقولوا في فيسبوك بللي 26 27 28 في هذا شهر بلين ديروا إضراب هذه حاجة ما شاء الله بس لازم ديروها كل يوم كل يوم ولازم نحبسلهم الغاز والبترول بس كيف نحبسلهم الغاز والبترول فرنسا تزعف امريكا تزعف اطاليا تزعف اسبانيا تزعف انقاع يزعفو ساميح مناش بس كيف هذو ذرعب يدخلوش في الجيب تاعل البلد تاكن سمعو ذرعب تلازو تبترول يدخلو في الجيب تاعلية تاعل مريكا تاعل اسبانيا تاعل انجليز وياريها فهمتوني ولا لا ما نخسرين ولو حنايا ونكمل معاكم عاكم حاسين كما كنت في سويسرا ودتكم اللايف وشفنا واحد شركة يسموها السامكو في لوغانو في سويسرا وتلاقي نعمل كوطابل كوطابل يتح وحكيت لكم باللي بالواحد وثمانيا خمسين بالمئة من الغاز طبيعي اللي يفوت بالتويو اللي يروح تونس والطاليان يروح يروح طاليان شركة طاليان يسمو ايني وخمسين بالمئة تاكلها لمافيا جزهرية سمعتوني مليح خمسين بالمئة اللي مافيا تاكلها وخمسين بالمئة شركة طاليان يأيلي مل وحد وثمانين وشام جزيري سيفر دونك هذي مافيا اللي ما بغش تستعقل لو كان ما ترجعوش الانتخابات ولو كان ما ترجعوش الدستور جزيري بغض ان شاء الله ندركوا الفيديو تادي الكونتاب لها دي للكم سعيدة ونتلقوا في ساعة الخير ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة